السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بباتش نوت جديد 9.10 الباتش نوت هذا باتش نوت كده مشي حالك يعني كده بسيطة ما في له اي حاجة ضرورية غير دفاكت انه والله نزلت يومي الجديد ويمكن شوية نرفات على قنوسه يعني مفروض من زمان يعني فين وكايسة في دين امه الميتة من لهم سنة في كل الحالات يومي الجديد نزل ما عارف ولا حاجة فيه الجديد هذا مو عاجبني يقهرني صراحة تجلس تتسوي التاتش تركب مع واحد وتجلس معه طول الوقت ما تصير تاركتابل وتجلس تخرج من القيم تترقص وتسوي اللي تبقى I don't know what they are thinking بس حنشوف كيف حيتغير الشامبين هذا لدرجة المرحلة اللي يتوقعها رايوت من العواني فعن براند قالوا اي نبغى ندير شوية بف صغير من زمان ما شفناه يلعب فقاموا وسووا بف على الاي حقته زودوا الدامج من لفل يعني من لفل اثنين على الاي انا ما ادري هو تلفلوا الاي اول وتلفلوا الدبلو عامة بلاسيبو بف في الليت جيم حيصير احسن ما هيغير من براند براند في السولو كيو كويس بزات في السبورت في لسي اس ما حنشوفو كايتلين من بداية السيزن يعني اولاها فترة طويلة وهي تير فور تير ثري يقول لك نبغى نعطيها شوية عب على اساس والله نبغى تشوفها ترجع لالجيم زودوا الدامج حق الدبلو يعني الهد شوت بونس دامج بدل الاربعين ستين من البداية على طول وهذا بف مش بطال عليها يمكن يرفعها تير تير تو بس لسه ما حتصير اس تير و تير وان انو فيه شامبيونز ما زالوا متربعين اللي هما فين وكايسا وجينكس برضو الدامج حقها احسن والاسكيلاد بلتي حقتها احسن از نفس الطريقة لوسين ما زال برضو احساب فيورا دبلو ناو بلوكس برومز ان كينان ستونز هذا بس تعديل على مشاكل ت隨د علاوز برومبعي من كينان تقريب بلوكي من ستونز فتقر تسوي بلوك الستفى حق الباصيف حق كينان الباصيف حق كينان لما ت cacharmر افسر بضربة الرابع او موضربة الرابع عابيرتي او الباصيف هي وكافى دربة الرابع neutو نفس الشيء تقريب توقفه فهذه دح هي الر likely تلغيج هذا بس تحسين للحياه غريف ز غريفز كويس له فترة طويلة بس يعني الميتا تشينجز اللي صارت والنرفات اللي صوروا إياها في بداية السيزن نزلته شوية عن 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 التوب تير فاقل لك نبغى نديره شوية حب نرجع بعضه للقيم الكيو حقه زادة دامج حقه في ليبل اتنين وليبل ثلاثة طبعا ليبل ثلاثة هو أهم أو أكبر يعني أكبر حقه صار أحسن مش ليبل ون ليبل اتنين آم يعني أكسري ليبل أربعة ينتم تتلفل الكيو مرة تانية ليبل أربعة ولا ليبل ثلاثة على حسب هذا ما حتستفيد منها إلا في الوقت هذا فالأيرلي ويف كلير حقه ما تغير مع الجديد اللي خلوه ما يطلع لدقيقة ثلاثة وخمستاش يمكن حتكون ليبل أربعة لا ما أصدق أن تكون ليبل أربعة حتكون ليبل ثلاثة برضو ما حتستفيد منها فالفائدة العزمة منها تبدأ من 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 ليبل أربعة متقيم وانت طالب ماستري تشينج آم 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 بسواله ببف مو طبيعي صراحة أنا استغربت يعني الجالسين كل فترة كده يديله بوسة هنا 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 يزودوني البفات حقته من يعني علي فليش بس في كل الحالات آم آم اللالفا حقته يعني يقول لك في عند رمشاكل مرة كثيرة في في الالفا سترايك نظر نعدي لها كان في كاست تايم جزء من الثانية سترايك راح صار قوة ما تضغط الكيو تشتغل على طول فمشكلة انه أيوزين الفا وسوى جمب والجمب لست في الكاست ومت أنت وطاير المفروض إنها اختفت المفروض هذا شي جديد يقول لك لو كان في عدد فاكرين الكيو حقوته لما يضرب يروح على مجموعة مع بعض لو ما في أي مجموعة مع بعض حيروح على نفس الشخص يعني لو أنت في الجنجل تضرب 1v1 حتروح عليه حتضرب أكثر من مرة طبعا بس كل ضربة البعض هازون فحيضرب نفس الشخص فحيزيد الدامج حقه على نفس الشخص إذا ما كان فيه انميز جنبه هذا معناه صار له بف على الوان في وان مرة عالي هذا معناه صار له بف في الجنجل هذا معناه يمكن حتى ممكن نشوفه يبدأ يصير اغرسيف ك كاونتر جنجلر يعني يروح الجنجل اللي حاله يقابل الأدم اللي قدامه يروح يلطش و يديله كفين و يطلع الو المدتايت برضو شالوا منها الكاس تايم أول ما تضرب و تشتغل الـ E no longer grants 10 attack damage while not on cooldown الدامج الكبير اللي عطوله يامن هنا شالوا منه جزء من الدامج اللي كان موجود في الباسيف حقه الـ E هايلاندر زودوا الموفمينت سبيد حقها بس في كل الحالات توتال موفمينت سبيد صارت بونوس موفمينت سبيد يعني ما تستفيد منها تستفيد منها أكتر شي بعد ما تشتري الايتم حقه الموفمينت سبيد بعد ما تاخد الشوز عامة بف مرة كويس اللي شايفو اللي ملاحظينو اللي شايفو في او بي جي جي الوين ريت حق ماستر E زاد في اللو إيلوز مرة كثير زاد 3 أو 4% معناها بف مش بالفداية في الليت الوين ريت حقه في الهاي إيلو نزل 2% غريب صراحة ما يعرف طبعا هذا يدل لك انه والله في الهاي إيلو يعرف يتعامل مع ماستر E ياخدوا تشامبيونز كلهم هاي سي سي يقدروا يتعاملوا معا في كل الحالات البف هذا خلى الناس كلها تفكر تلعب يي يي في اللو إيلو مرة كويس اوكي ريفن لنا سنة ما نقول تكفى تكفى عدوها نيرف بسيط يعني فكونا من شرها تجيلس 13 فينا 13 مو طبيعي والكيوز حقتها الدامج مو طبيعي قل لك عدوها نيرف مرة بسيط صراحة أنا ما أحسبه نيرف يعني بس أقلها بداية الليش الخير قطرة يعني الكولداون حق الكيو كان 13 ثانية أول رانكس ده حين صار 12 11 11 10 هذا بف بف ايوه وسووا نيرف على الإي كولداون وهذا اللي هو اللي نحسب هذا ما فرق مرة كثير بس هذا اللي فرق مرة كثير لأنه هذا كان يعطيها افكتيب اتش بي و سكيليبليتي امو سكيليبليتي افكتيب اتش بي و دورابيليتي مر عالية كانت مقرفة يعني بذلك لما توصل 40 في المئة تجي الاستقرفة كل أربع ثواني عندها تسوي الكيو كيو كيو ايه ولا بريو ايه كل شوية ترجع فأدونا شوية ريحة في بداية في بداية الجيم تتعامل معها والله أعلم شاكو ايش بيساوي فيها كاست ادجستد 200 رينج ديركشن شاكو كور سرفيسن ديركشن 200 رينج ديركشن شاكو ما يدري غيروا طريقة الار الار يطلع ابير راندم بزيشن كان يطلع في راندم بزيشن لما تفك الالتي يطلع في أي مكان مختلف لحين يطلع 200 رينج ديركشن أوف شاكو كورسر بين انت حطت الماوس حقك يعني انت شاكو هنا شاكو هنا انت حطت الماوس حقك هنا حيجي حيجي الكلون في الجهة هذي فأتجر تحدد محل الكلون وهو طالع أوف ديركشن أوف شاكو كورسر فيسينج شاكو الكلون أبير فبس صار تحدد فين الشاكو يطلع فين الشاكو كلون يطلع ويمكن للناس اللي محترفين شاكو حينبسطوا الشارات هذي سوراكة نيرف تاني بف تاني ما نفاهم ليه يعني يعني أنا ما نشايفة بتتلعب يعني فين اي بيشتكوا منها بتلعب تتلعب مد الوين ريت حقها مو طبيعي في المد ويتش شيء غريب في كوريا ما بتتلعب مد أصلا ما بتتلعب إلا ساپورت ما زالت ساپورت كويسة مع تشينجز اللي صارت في الباتش اللي فات صار عندها صار عندها كويسة وصار عندها سستين أحسن البونس موفم سبيد زوادو على الكيو بعد ما تسوي كيو تزيق موفم سبيد زيادة موفم سبيد ديكاي كان رابد كان أول شي تنقص بسرعة لحين هذا نرف على البلد حق الAP ما يبوك تلعب وAP كتير فبس ما هيفريك في تندمير في أي حاجة بين الR الT نقص الCooldown Reduction حقها 30-40-50% لما نسوي الكيو طبعا لما نسوي الكيو الكوldown حق آه سوري لما نشغل الT الكو الكوldown حق الكيو ينقص 50% لحي يصعر 30-40% في الليت جيم 50% نرف مرة بسيط ما هيأثر عليها مرة كثير النرف على قنوس اللي حنشوفه بعدين يمكن يأثر عليها كثير خلينا شوفه زينزاو مع الـ change حق السكتل يعني زينزاو من الشامبيونز اللي كان مرة كويس في دولز ولا يقدر يروح على السكتل والضارب على طول من البداية 1v1 مع تغييرات حق السكتل يعني السكتل صار يتأخر تنرف زينزاو بطبيعة الحال فيبغي يدول شوي يتبف عشان يخلوه متواجد في الميتا الكولدون حق الكيون قصوه من 9 ل7 في بداية الغيم وهذا significant Zaira No longer take additional damage from basic attacks لا donald trigger on hit effects ما هو ضروري الأسنس ريفر يعني هذي تاني مرة يسوه بفل الاسسنس ريفر أظن كان 60 زود 65 لحين زود 70 يبغو الناس تبدأ تختارو في situations ما حتى تورجب الاسس core users some motivation to consider it as their attack damage option يبغو الناس يبدأ يشتروها أحسن غانوسو نقصوا من every two attacks ل every three attacks وهذا نيرف مباشر على كل اللي اللي لعبو ماستري عشان كده قووه في البداية vein vein اصلا متربع على عرش ال ADC حاليا فالنار فهذا يمكن يخليها تنزل شوية ما اظن حتبقى مرة كويسة بس اقل الهات damage output حقها حقها حتتأخر شوية صار ما تستفيد من ال on hit من كل ضربتين تستفيد من كل ضربة ضربة 15% من بداية اقل ماجيك سار فلات يعني اول كان يبدأ 6% فنرف وبف وفي كل الحالات عامة نرف ونرف على vein على كايسة على كيل على ماستري على اي مرة كبير لا متقبل ايو اظن حينقص الوين ريت حق ال شامبيون زادول عامة نصف المية 3% او جزء من او فاصلة 3% بس ما حيأثر على الميتر هذا تحليلي الخاص ما اظن ما ادري يعني ما نمتأكد حيكون صح والخطر حنشوف في السيزن يعني في الباتش هذا اول كان البيت اتاك ناو اول اول لو كان عندك بت مين الشامبيون اللي عنده بت وعندك البيت حيسوي بير بس رونيك ايكوز ما هم موجود في تلات اربعة الماجيك شامبيون في نجنقل ما هم متواجدين فايبوا يحاولوا يرجعوهم شوية شوية فخففوا ونقصوا حقها اخيرا نيرف بسيط برضو لانه من يوم ما سووا الجديدة هذا ثاني نيرف اول وما زالوا كل الشامبيونز اللي لاب لسه مروا بي هذا نيرف على كل الشامبيونز اللي تلعب مروا شو اسمو شوف ريفن انصقعت نيرفين دحيل مو واحد كل الشامبيونز اللي 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 اصر لهم 8% ما زالت كويسة ما زالت بس صارت مور ما نجا بل ARAM I don't care don't care don't care bug fixes ما في شيء ضروري بات الأكاديميا بدأوا يدخلوا في الانيمي خلصت السكنات عياله والتفسخ والعري قال لك ندحين نروح animation الناس عندهم فلوس ما تخلص لازم كل يوم التاني شتري فأظن من هيرو أكاديميا أكتر واحد أجبني حق جيس صراحة جايبين وجايبين هذا كأنه The Professor It's a very nice set صراحة وخلص إذا نبقى نسوي recap ما في شيء ضروري نسوي recap صراحة يومي نزلت Brand Buff Solo Cube Caitlin Buff Solo Cube Caitlin نممكن نرجع نشوفها زيادة كثير حتى في LCS Fiora Bug Fix Graves هنبدأ نشوف مرة ثاني في Jungle Master يببف مرة كويس للو إله Riven Nerf بسيط ما زال حيلعبوها ما حيتغير شيء حتى مع التوطي حق ما زالت كويسة بس حتكون حق تأجل شوية شاكو تقدر تحط ما تبغى سراكا بف مرة ثانية سراكا نرف حقته في اللي هو على صارت الكيو قل يعني في بداية القيم نرف مع الغنوس زين زاو بف عشان على كيو حقته زايرة بف مرة ثانية يبغو الناس يبدو يرجع العمو كل الناس اللي اللي عبو غنوس وصل لهم نرف على المنين حق حقها بف على كل الجنغلرز اللي هما يلعبون رونك اكوز بف لديانا بف لجراغس بف حتى العمومو اللي 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 حقها حنبدأ نشوف ههم شوية حبتين كونكرر نيرف على كل الشامبيونز برضو اللي 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 يلعب مرة ثانية جاكس في بعض الحالات داريوس برضو في بعض الحالات وال العظيم هذا وبكده نكون خلصنا باتش نوتس 9.10 وتقوم سحر العافية جميعا يا شباب نشوفكم ان شاء الله في الباتش نوتس القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة